تحية لكم الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلمين يحييكم السلام عليكم واحد حرب غزة ليست حقيقة إنها مجرد كابوس الفلسطينيين في قطاع غزة مش متصورين حجم الدمار اللي حصل وحجم النيران والقزائف التي ألقيت حجم القنابل اللي قلنا إنها وصلت إلى ما يعادل أربع قنابل نووية في 200 يوم 120 ألف فلسطيني ما بين جريح وشهيد ومفقود 120 ألف شهداء جرحة ومصابين مفقودين 120 ألف في 200 يوم وقلنا أيضا إنه 37 مليون طن من الركام موجود في غزة نتيجة تدمير مباني لا حصر لها في قطاع غزة وقلنا إن البعض بيقدر إن احنا محتاجين 14 سنة لإزالة هذا الركام إذن هذه الصورة المأساوية إنه ضمار بلا حدود تخريب لكل شيء 37 مليون طن من الركام أربع قنابل نووية 120 ألف شهيد أو جريح أو مفقود في 200 يوم هذا الضمار الكبير جدا أيقظ كتير من الضمير العالمي لكن الموقف الرسمي العالمي على مدى 200 يوم لم يتغير كثيرا بل استمر في دعم إسرائيل وشفنا إن أمريكا خصصت 26.5 مليار دولار لصالح إسرائيل وإنه من ساعة 72 من عام 1972 إلى الآن أمريكا استخدمت حق الفيتو 55 مرة لصالح إسرائيل يعني لا يمكن طلع قرم مجلس الأمن ضد إسرائيل لأن أمريكا قعدة 55 فيتو في مجلس الأمن لصالح إسرائيل أمريكا عملت حق الاعتراض أو الفيتو حتى إن أمريكا بتقول إنها مع دولتين دولة الإسرائيل دولة لفلسطين فلما راحوا مجلس الأمن علشان يكروا دولة فلسطين أمريكا رفضت برضو عملت فيتو مع إن أمريكا بتقول دولتين طب كده معناه في دولة فلسطين تمام طب روحنا نقول دولة فلسطين في الأمم المتحدة أمريكا عملت فيتو الوضع اللي فيه الشعب الفلسطيني وضع غير المصبوك منذ الحرب العالمية الثانية بعض الفلسطينيين اللي خرجوا من غزة بيقولوا إن إحنا من هول ما شاهدنا ما صدقناش وبيقولوا كنا بالليل نتصور يعني لما يصحوا كده في نوبات إفاقة لما يعرفوا يناموا أصلا يتصوروا إن ده ممكن يكون كابوس مش حقيقي يعني مش حقيقي إن إسرائيل ضربت ولا حقيقي إن فيه أطفال ماتوا ولا حقيقي إن الرقم المروع ده حصل ولا إن المباني ده كلها تهدمت أو إن بيوتهم اللي دفعوا فيها كل حياتهم علشان يبنوها ويحموها كلها تدمرت مش متخيلين إن فيه دولة وشعب ومكان بالكامل انهار بهذه الطريقة فبيقولوا إحنا كنا أحيانا بتتصور نفسيا إن ممكن تي ديت تكون مجرد أوهام عندنا يعني مجرد شعور نفسي ونقول يا رب فعلا يكون كابوس وينتهي ده مش ممكن يكون حقيقة ممكن نكون نيمين وبنحلم فعلا وده كابوس لكن حنصحى مش هلاقي حاجة من دي هلاقي غزة موجودة والمباني موجودة والولاد موجودين والعائلات موجودة والحياة موجودة شوف قدي إيه مؤلم هذا المشهد قدي إن حد يصل إلى حد إن يقول لا غالبا أنا عايش في كابوس ويرفض الواقع أو يتمنى إن يكون ده كابوس علشان هذا الكابوس يفيق منه وترجع غزة كما كانت إنما بغض النظر عن الشعور النفسي المؤلم ده هو فعلا كابوس هو كابوس حقيقي لكن له نهاية احتلال حقيقي لكن له نهاية استعمار إجرام بغيض لكن له نهاية ووضع ضعف ووضع موت وضمار للشعب الفلسطيني لكن لهذا الضعف نهاية ولهذه الجرائم نهاية في كل الأحوال هي حقبة كابوسية لكنها ستشكل مجرد مرحلة قاسية جدا في تاريخ دولة فلسطين إنه زي ما كان فيه فلسطين هتبقى فلسطين وستعود الدولة الفلسطينية كما كانت وسيبني الشعب الفلسطيني أرضه كما كانت وأفضل وبالتالي لهذا الكابوس الواقع والحقيقي نقطة نهاية وهناك سطر جديد سوف يسطره الشعب الفلسطيني العظيم موقف مصر مما حدث كان ولا يزال أنه لا بد في ظل أي ظرف وأي وضع من حرب أو هدنة أو سلام مؤقت أن تقوم دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة وقال الرئيس السيسي أن هذه الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة يجب أن تكون على حدود 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى وكل احتلال إلى زوال اتنين الفلاحون والسياسة في فرنسا قصة الفريكزيت 2016 بريطانيا عمت استفتاء عشان تخرج من اتحاد الأوروبي وسموا هذا الخروج بريكزيت بريكزيت وخرجت بريطانيا فعلا بحوالة 52% أيد الخروج وحوالة 48% رفضوا الخروج لكن في نهاية خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونجح مشروع البريكزيت إنما قبل كده بسنة 2015 وبعد بدأ الإنجليزي تكلمه عن الخروج بالاتحاد الأوروبي طلع مصطلح الفريكزيت الفريكزيت أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا بريطانيا 2016 خرجت فرنسا لم تخرج إنما طلعت أحزاب سياسية بتقول يجب نعمل استفتاء زي فرنسا ونعمل خروج لو وافق الشعب ماريل لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي أو حزب الجبهة الوطنية قالت إننا هعمل استفتاء لو أصبحت هي رئيسة لفرنسا وقد تصبح فعلا هي الرئيسة القادمة لفرنسا فلو عملت استفتاء وارد الشعب الفرنسي وافق وينجح مشروع الفريكزيت وتخرج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وده هيكون تغيير كبير في أوروبا والعالم أيضا في حزب اسمه إنهادي فرنسا هو كمان قال لو شاركنا في السلطة هنضغط إن يحصل استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي فريكزيت إنما في حزب ثالث الحزب ده اسمه الاتحاد الشعبي قال إحنا لأ مش محتاجين ده إحنا أصلا نخرج من دلوقت في أي وقت بموجب مادة موجودة في معاهدة لشبونة المادة خمسين تسمح بالخروج الوحادي من الاتحاد الأوروبي يعني مش محتاجين نعمل استفتاء هناخد قرار نخرج من الاتحاد الأوروبي إنما الرئيس ماكرون طبعا ضد هذا التوجه والاتجاه السياسي الرئيسي في فرنسا ضد هذا التوجه إنما الناس بتشوف وبتقول إيه بتقول هم ندفع كتير جدا الاتحاد الأوروبي لمقر بروكسل ما بناخدش كتير ألمانيا أكتر بلد بتدفع فرنسا تاني بلد إيطاليا تالت بلد وبالتالي هبندفع كتير للاتحاد الأوروبي أرقام كبيرة جدا سنويا مليارات اليوروهات والعائد بتاعنا مش كتير زي ما بندفع عشان كده ماريلو بان قالت إنه ممكن توقف اللي هو الجزء بتاع فرنسا اللي بيدفع الاتحاد الأوروبي إنها توقف الجزء ده وبالتالي تخسر من الاتحاد الأوروبي مليارات عديدة جدا من ميزانيتها أو حوالي 23% من الميزانية اللي بتقدمها فرنسا جدل كبير جدا إنما ده وصل لكل القطاعات لما حصلت مظاهرات الفلاحين في باريس وعدت مدة طويلة في باريس ومدن أخرى رئيسية في فرنسا كانت الجرارات الزراعية القادمة من الريف مكتوب عليها الفريكزيت أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وقال المزارعين في مظاهرات المزارعين الواسعة في باريس الاتحاد الأوروبي بيشتغل ضدنا ومصالحنا الزراعية هو بيشتغل ضدها وإحنا مصلحتنا لو خرجنا هيكون وضعنا كفلاحين أفضل بكتير جدا من وجودنا في الاتحاد الأوروبي وكتير جدا من الجرارات والآلات الزراعية كان مكتوب عليها أو رسمين عليها شعار الفريكزيت أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي لكن هل فرنسا ممكن تقرر فعلا الخروج من الاتحاد الأوروبي دلوقتي بدأت فيه مظاهرات منها مظاهرات في إبريل 2024 لحزب اسمه الوطنيون الحزب ده طلع عدد كبير منه أكتر من ألف يعني مئات من الفرنسيون ده نسبة كبيرة للمطالبة بالفريكزيت الخروج الاتحاد الأوروبي خرج هذا العدد أكتر من مرة اللي عمله حزب الوطنيون طبعا لو ماريل لوبان دعت حيطل عدد مهول من الفرنسيين مؤيدين لهذا الأمر في حزب الوطنيون في فرنسا لما عمل هذه المظاهرة كلهم قالوا عايزين نخرج من الاتحاد الأوروبي مش بس كده احنا عايزين نلغي كل العقوبات اللي عملناها على روسيا مش بس كده ده احنا كمان عايزين نوقف الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وقال زعيم حزب الوطنيون في فرنسا انه الدعم المالي والعسكري من الغرب لأوكرانيا بيتسرق والحاجة التانية حسب قول رئيس او زعيم حزب الوطنيون في فرنسا انه وحتى لو مش بتسرق الجزء اللي هو بيستمر في العمل العسكري ده ادى الى ان روسيا تكمل المعركة وادى الى تدمير وخسائر كبيرة جدا بشريا وخسائر في المدن والبنية الاساسية في اوكرانيا يعني احنا لو كنا وقفنا الدعم ده كان في مصلحة اوكرانيا انما الدعم ده بيؤدي الى تدمير اكبر لاوكرانيا اذا حزب الوطنيون في فرنسا بيقول نقف مع روسيا نلغي العقوبات ننع الدعم العسكري لاوكرانيا ننع الدعم المالي لاوكرانيا نخرج من النيتو تخيل بيها مش حد الاوروبي الخروج من النيتو يعني لا نكون جزء من النيتو ولا جزء من الاتحاد الاوروبي يعني مراجعة ثورية لحالة فرنسا المعاصرة فتخيل لو نجح هذا الطيار وفرنسا خرجت من اتحاد الاوروبي فعلا بعدما خرجت بريطانيا وايضا فرنسا خرجت من النيتو تخيل ممكن يكون شكل أوروبا إزاي إذا أقوى جيوش أوروبا الحالية والدولة الأكثر امتلاك الأسلحة النووية خرجت من النيتو أو خرجت من الاتحاد الأوروبي في واحد اسمه إيريك زامور تكلمنا عنه قبل كده من أصول جزائرية هو يهودي فرنسي وقلنا ده على يمين ماريل لوبان لأن ماريل لوبان كان بتتكلم كلام عن الإسلام زي وردها جان ماريل لوبان وأنا قابلت اللي اتنين قبل كده لكن هم بعد كده خفيفوا كتير من وطقة كلامهم عن الإسلام والمسلمين ولما جات ماريل لوبان هنا زارة الإمام الأكبر شيخ الأزر الدول أحمد الطيب إنما إيريك زامور بقى ده جاي أقصى اليمين حتى طالب إنه أي اسم إسلامي في فرنسا يتلغي واحد اسمه أحمد ولا محمد ولا محمود ولا مصطفى ولا كذا كل هذه الأسماء تلغى وقلنا قبل كده إنه حتى زين الدين زيدان نجم كرة القدم الفرنسي قال يتغير اسمه لأن زين الدين ده يدل على الإسلام وكلام كتير فارغ في هذا الاتجاه إيريك زامور بقى بيزايد وبيغالي في الموضوع منه أصلا مش من أصول فرنسية فبيقول إيريك زامور إنه فرنسا مثل بريطانيا وإن بريطانيا جريئة فخرجت من الاتحاد الأوروبي بكل بساطة لأنها تمتلك الجرأة والثقة في النفس إنما فرنسا ما عندهش الجرأة ولا الثقة بالنفس وبالتالي خيفة تخرج من الاتحاد الأوروبي وقال إيريك زامور إنه بريطانيا في المتين سنة اللي فاتت انتصرت في جميع الحروب وفرنسا في المتين سنة اللي فاتت انهزمت في جميع الحروب وبالتالي فرنسا خيفة تخرج لكن كان فيه سقة عند الإنجليز أنهم يخرجوا من الاتحاد الأوروبي ده الكلام اللي قاله إيريك زامور إنما في المجمل فيه جدل ثقافي وسياسي وفكري وإيديولوجي في فرنسا يترى نخرج من الاتحاد الأوروبي ولا لأ نخرج من النيتا ولا لأ نتحالف أو نتعاون مع روسيا ولا لأ نوقف دعم أوكرانيا ولا لأ حنصطدم بالتالي مع أمريكا نصطدم ولا لأ يعني الاتجاهات دي كلها متصرع وموجودة في فرنسا وبلا حسم إذا الآن الحسم للبقاء في الاتحاد الأوروبي البقاء في النيتو دعم أوكرانيا مواجهة روسيا التحالف مع أمريكا لكن كل هذه الثوابت الآن كلها عرضة للتغير في المستقبل طبيعة السياسة والسياسيين والحراك السياسي والعلاقات الدولية أنه لا شيء ثابت إلا محاولات السياسيين البحث عن مصلحة إما مصلحة للسياسيين أو أحزبهم أو مصلحة وطنية لا تكون بالضرورة هي المصلحة الوطنية السابقة فرنسا عند مفترق الطرق وفاصل ونكمل تلاتة احذر فقد تسقط عليك مركبة فضائية ساعة 2020 في ساحل العاج كوديفور اتنين ماشيين في الشارع في قرية قرية بسيطة جدا في ساحل العاج اتنين ماشيين في الشارع بتكلموا فجأة سقط عليهم جزء من صاروخ فضائي في نفس القرية أسرة نايمة صحة الصبح عندهم بيت كبير نص البيت ده مصنع جبنة بيسنعوا فيه جبنة محلية والنص البيت ساكنين فيه ده كان النوم تقيل فصحة الصبح لقوا ان لا فيه مصنع جبنة ولا فيه بيت يضب الحتة اللي هم فيها لان جزء كبير من الصاروخ الفضائي وقع دمر البيت ودمر كتير من البيوت المجاورة في القرية الغلبانة دي في ساحل العاج الصاروخ ده كان صاروخ فضائي صيني ضخم الصين بتبني محطة فضاء دولية صينية احنا عارفين فيه محطة الفضاء الدولية دي اللي موجود على ارتفاع 260 ميل من الارض ودي فيها في العادة سبع روات فضاء انما الصين بتبني محطة فضاء صينية مستقلة غير محطة الفضائية الدولية وبالتالي بتطلع صواريخ عملاقة الصاروخ الواحد 25 طن علشان خاطر ينقل مكونات هذه المحطة الى الفضاء في صاروخ من الصواريخ الضخمة العملاقة دي وقع في المحاة الهندي والصاروخ التاني وقت اجزاء منه على الناس اللي في ساحل العاج 2024 ناس برضو أسر قاعدة في بيتها في فلوريدا وهم قاعدين لقوا جزء برضو من جسم فضائي دخل على البيت وكاد ان هو يصيب افراد الاسرة وكالت ناسا اعترفت ان ده جزء من مكونات فضائية تبع ناسا وكاد انك المفوض يتضمر تماما ما تنزلش قطعة كبيرة ممكن تؤدي الى اصابة ناس على الارض بهذه الطريقة وقبل كده ساعة 22 في استراليا استراليا عدة مرات انما فيه مرة واحد قاعد فيه مزرعة غنم مركز في الاغنام بتاعته وبدو لقى جزء من مركبة فضائية سقط فوق الاغنام دي ومات عدد من الاغنام قدامه وزهل ان فيه جسم من الفضاء جاه دمر هذه الاغنام مش اعتداء جاي من الارض حوادث كتيرة جدا نتيجة انه فيه 11 الف قمر صناعي بيدور حولنا الارض انما تلتم تقريبا الى شغال وفيه جزء كبير من هذه الاقمار بقى خردة فضائية خردة فضائية انه خلاص بتمشي بتدور حول الارض وتالي ممكن تسقط في اي وقت او تصيب حتى اكمار صناعية او مركبات اخرى المركبة المحطة اللي احنا قلنا عليها المحطة الفضائية الدولية اللي فيها 7 روات فضاء دي المحطة دي من كام سنة برضو جالهم انظار يلا كل رائد يخش الكابسولة بتاعته لان فيه خطر كيبر جدا زي الافلام بالضبط ما بيحصل في الافلام السينمائية ليه لان فيه جزء من قمر صناعي بده مدمر متاجه نحو المركبة دي او نحو المحطة الفضائية الدولية تخيل بقى محطة فضائية دولية قد كده فيها 7 روات فضاء بتدور في مدار حول الارض شو بقى الفضاء ده قد ايه حظهم بقى ان فيه حتة وقت من امر صناعي حتخش على مركبة على محطة الفضاء دي وفعلا زي ما توقعوا الجزء ده ضرب ودمر جزء من المحطة الفضائية الدولية لكن لم يصب احد من رواد الفضاء بسوء لدرجة دلوقتي مع كل هذا الركام الفضائي او المخلفات الفضائية اللي موجودة دي او الخردة الفضائية طلعت شركات جديدة شو بقى الشركات دي اسمها شركات تنظيف الفضاء احنا زي نلم كل هذه القمامة الفضائية عشان خطر بتبقاش خطر على الانسان او خطر على حركة الفضاء للمركبات ولغيرها والشركات دي بتحول بقى بكل الطرق اما مغناطيس كبير جدا فيبدأ يجذب كل هذه القطع الصغيرة اليه لان اي قطع صغيرة ممكن تدمر مكوك فضائي او كمر صناعي او تقع برضو تموت انسان على الارض او شباك كبيرة جدا شباك كده زي الصيد فتصطاد جزء كبير من هذه المخلفات الفضائية لكن خطورة وصعوبة الموضوع ايه ان عدد كبير جدا من القطع الفضائية وانها بتدور حول الارض بسرعة مهولة جدا فانت عايز بقى يعني تصطاد هذه المخلفات الفضائية وهي بتدور بهذه السرعة المهولة انما الطريف في الموضوع ان فيه شركات تطلع عشان كده يتلاقي مثلا واحد موظف في شركة نظافة تشتغل في نظافة ايه؟ بتشغل في نظافة الفضاء احنا عايزين ناخذ المخلفات الفضائية اللي موجودة في الفضاء عشان لا تدر الانسان على الارض او تدر الانسان او مركباته في الفضاء فعلم الفضاء تطور جدا كل شوية عندنا جديد انما بدأنا نشوف الاعراض الجانبية او الجوانب السلبية لذلك من مخلفات فضائية كتير جدا اللي وقع على غنم موتها اللي وقع على الناس دمر بوتها اللي هدد ناس في امريكا او استراليا او سهل عاج او مناطق كثيرة اذا العالم ما كانش ياخد حذر كبير جدا ويطور قدراته لمواجهة ذلك ممكن اي حد يكون زي الاتنين البسطة اللي ماشين في قرية في سحل العاج وفجأة لقوا جزء من صاروخ فضائي واعفو دماغهم ليحفظ الله عالمنا شكرا لحضراتكم والى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الاولى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة